السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعيش وإياكم في رحاب القرآن العظيم لأن الذي أعز هذه الأمة وألهمها رشدها وأخرجها من الظلمات إلى النور هو القرآن العظيم أدعوكم جميعا أيها الأحب الكرام أن نقف وقفات تأمل وتدبر في كتاب الله تعالى ثم نستنبط منها العبر والعظات ونقارنها بواقعنا المعيش ونحرص على أن يكون القرآن العظيم هو منهجنا وهو نبراس طريقنا ونبدأ بأول سورة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أول رحمة رحم بها الله تعالى العباد وهي سورة العلق لما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعيش في ذلك العالم الجاهلي ويبحث عن الحقيقة ويلتمس النور والهدى هنا سوف تنزل عليه هذه الصورة أول صورة في القرآن العظيم صورة العلق التي قال فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب هذه الصورة هي أول صورة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسمها ربنا صورة العلق ما هو العلق؟ العلق هو الدم الجامد والعلق هو الطور الثاني من أطوار تخلق الجنين في بطن أمه والتي قال فيها ربنا عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فالعلق هذه الصورة سميت بذلك إشارة إلى ذلك الدم الجامد الذي هو الطور الثاني من أطوار تخلق الجنين وما سبب نزولها سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى غار حراء ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض ويتسأل من خلق هذا الوجود وما المطلوب منا في هذه الحياة وكيف نتعامل مع السراع بين الخير والباطل والحق والشر في هذا الوجود كان يطرح تساؤلات وسيدنا النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن له أستاذ ولا معلم ولا موجه فكان يبحث عن الحقيقة فربك عز وجل اختاره واستفاه ومن تم أنزل عليه هذه الصورة المباركة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأثي غار حراء فيتحنت فيه ويتعبد الليالي دوات العدد ثم يرجع إلى أن جاءه وفاجأه الحق في غار حراء جاءه الملك فقال له اقرأ فقال النبي الكريم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني التانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق أنزل الله تعالى على قلب النبي الكريم هذه الآيات وكان جبريل يظهر له ويأخذه ويضمه إلى صدره وهو أمين الوحي وبعد أن انتحى إليه والكتاب المنظور هو هذا الكون الفسيح فالمعنى اقرأ باسم ربك الذي خلق أي محمد تدبر ما خلقه الله وتعرف على أسراره في الكون تعرف على عجائب خلقه ومن بين العجائب التي لفت الله إليها هذه المخلوقات التي خلقها الخالق هي مسألة العلق العلق وهي تلك النطفة الدموية العالقة بالرحم وهي من جمع علقة فهي دم جامد لم ييبس وسيدنا النبي فيما بعد سيشرح لنا ما معنى العلقة حينما قال إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة الله عز وجل يأمرنا بالتدبر في هذا الكون ولنبدأ بأنفسنا نبدأ أولا من خلقتنا نحن بني البشر إننا ضعفاء كنا لا شيء كنا عدم ثم صرنا نطفة ثم علقة ثم مضغة وبعد ذلك سوف نموت ونصير التراب وبعد التراب نبعث من جديد لنسأل فأي إنسان حدثت نفسه أنه قوي وأنه غني وأنه صاحب جاه وأنه له القدرة ليعلم أيها الإنسان إنك لم تكن شيئا ألم تكن نطفة من مني تمنى إلى أن قال تعالى اقرأ وربك الأكرم الله تعالى يكرر استعمل هنا أسلوب التكرار والشيء إذا تكرر تقرر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم يعني أن الله تعالى سمى اسم الربوبية الذي يريد أن يدرس ويقوم بتعليم الآخرين لابد أن يكون مربيا فالمعلم إذا لم يكن مربيا فمهنته ناقصة والمربي إذا لم يكن معلما أيضا ناقص فلابد لمن يعلم أن يكون مربي هناك اقتران ما بين وظيفة التعليم ووظيفة التربية ونتيجتها الإكرم من عند الله اقرأ وربك الأكرم اقرأ معناها تعليم وربك معناها تربية والأكرم بأن الله وعد وعد سبحانه وتعالى كل من يقرأ ويعلم الناس ويربيهم وعده بأنه سوف يمده بالمال ويمده بالمدد ويمده بالإكرم فالله هو الأكرم يعني لا يلحقه نقص والأكرم هي صفة تدل على المبالغة في الكرم فربك عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم والعلم هو الذي امتاز به أبو البارية آدم على الملائكة بماذا يمتاز الإنسان على غيره من المخلوقات بالعلم ولكن هذا العلم ينبغي أن يكون مرتبطا بالتربية بالتوجيه بالإصلاح وبالدعوة إلى الأخلاق والسلوك الحميد أما إذا كان علم يقوم على الكبرياء والخيلاء أو يقوم على الصناعات الحربية التي توظف في سفك الدماء وإزهاق الأرواح فإنه علم لا بارك الله فيه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الله تعالى حينما علم الإنسان علمه بالقلم لماذا؟ لأن القلم هو وسيلة للكتابة وأول من خط به هو نبي الله إدريس عليه السلام فرغم أن العلم قد يكون بأشياء متعددة لكن أعظم وسيلة هي القلم فالقلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم فبواسطة القلم كتبت الكتب المقدسة بماذا كتبت التوراة وبماذا كتب الإنجيل وكتب الزابور وكتب القرآن وكتبت السنة والحكمة وكتبت الشرائع والعلوم والأثار والفنون والأخبار كل هذا كتب بماذا؟ بالقلم لهذا الله تعالى أقسم بالقلم والدوات فقال نون والقلم وما يسترون إلى أن قال عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان خرج من مطن أمه لا يدرك أي شيء ولا يعلم أي شيء فعلمه الله تعالى كل شيء علمه الخط والكتاب والنطق وعلمه الصناع وعلمه الفلاحة وعلمه كل العلوم ثم إن الله تعالى أوجد في الإنسان قوة الإدراك وطاقات تحصيل المعلومات فالمولود منذ أن يولد به قوة داخلية لكي يقرأ ويفهم ويستوعب ويدخر المعلومات ويعيد تصنيعها هذا من سر الله في المخلوقات ويسر لنا جميعا الدرس فالدراسة والعلم أمر هيئ وضروري أن يتعلم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم قيل بأن المراد بالإنسان هنا أولا هو أبونا آدم عليه السلام لأنه لما خلقه ميزه عن باقي الكائنات بأن علمه العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فلا أحد يعلم إلا آدم عليه السلام علمه الله وقيل بأن المراد بالإنسان هنا في المقام الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه باعته الله تعالى هادية وباعته الله تعالى رسولا وباعته الله تعالى ساحب مهم عظيم وهو أمي فكيف يتبعه الناس لذا قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم فالتعلم هو مصدره من الله تعالى والإنسان يستبد أسرر هذا الوجود والحياة من العلم والعلم صادر عن الله عز وجل فربنا حينما خلقنا أعطانا وسائل التعلم من السمع والبصر والعقل والفكر والإدراك وأعطانا اللسان وأعطانا اللغة وأعطانا وسائل التعلم من القلم والكتب وغيرها كل هذا يقتضي منا ماذا؟ يقتضي منا أن نشكر ربنا على هذه النعم الله تعالى أعطانا نعم كثيرة يجب أن نشكره عليها لكن الذي حدث ما هو؟ الصورة تقول الذي حدث كان عكس هذا عوض أن يشكر الإنسان ربه على أن خلقه وهو كان عدم وأعطاه العلم والمعرفة ومكنه وأمده بالخيرات هذا الإنسان سوف يطغى وسوف يستغني وسوف ينكر وجود الله ولا يعطي حسابا ليوم الحساب هذا ما قاله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع كلا ربنا يقول كلا يعني ينفي هذا الأمر حقا إن هذا الإنسان لا يتعاضم ويتكبر ويأخذه الغرور ويأخذه الفخر لماذا يطغى الإنسان؟ لأنه استغنى لأن الله تعالى أعطاه الوفرة ربنا عز وجل أعطانا الوفرة والوفرة في الصحة الوفرة في المال الوفرة في الأولاد الوفرة في الخيرات فعوض أن نشكر ربنا عز وجل على هذه النعم الإنسان يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى يظن بأن كل هذه الوفرة و هذه الخيرات إنما وصل إليها بالشهاده وعلمه وكأنه يشك أن يكرر ما قاله قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي لما صار قارون من أكبر الناس طراء وأموالا قالوا له من أين لك هذا يا قارون عوض أن يقول هذا من عند الله فتحضه لي أبواب الرزق قال إنما أوتيته على علم عندي وتعلمون خاتمة قارون أن خسف الله به الأرض حينما تبرز هذه الصورة صوت الإنسان الطاغي الذي لا يعترف بنعم الله والذي يوظف هذه الخيرات وهذه الوفرة يوظفها ليس لصالح البشرية وإنما يوظفها لكي يطعى عليهم ويستبد ويظلم ويسفك الدماء جاء التعقيب الإلهي جاء بالتهديد ما هو التعقيب الإلهي إن إلى ربك الرجع كلا إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى إن إلى ربك الرجع ما معنى هذا الكلام أيها الإنسان لا تكن مغرور بالغنى والجاه والسلطة والمال فإنك راجع إلى ربك سترجع إلى الله تعالى وسوف يعرض عليك عملك أمام الله ولا يكون بينك وبينه ترجما إنه يوم الرجع يوم يقوم الناس لرب العالمين فربنا يذكرنا بالبعث وبالنشور مع العلم أن في أهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان المشركون لا يعتقدون ببعث ولا بنشور ولا برجع كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر لم يكونوا يعتقدون بأنه بعد الموت هناك قيامة وهناك رجوع يوم يقوم الناس لرب العالمين وهناك حساب وهناك جزاء فربنا يؤصل ويقاعد عقيدة البعث والنشور إلى أن قال الله تعالى بعدها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى تتمت الآيات ربنا عز وجل يشير إلى الذين يمنعون الناس من العبادة ويمنعونهم من فعل الخير ويكرسون مبادئ الكفر والجحود وينشرون القيم الخاطئة ويضنون أنها هي السائدة ربنا يقول أرأيت سبب النزول هو أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعته الله تعالى أمره بأن يتمسك بالأخلاق الحميدة أمره بأن يتمسك بالعقيدة السليمة أمره بأن يتعبد ربه لكن المشركين كانوا دائما له بالمرصاد وفي مقدمتهم أبو جهل أبو جهل توعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد لئن رأيتك مرة تانية تصلي عند الكعبة لأطأن على عنقك ولا أعفرن وجهك بالترب وحلف بالله والعزة كان أبو جهل يتوعد سيدنا محمد أن يراه يصلي فالنبي الكريم لما بلغوا ذلك الكلام قال يا أبو جهل لئن فعلت ذلك لأخذتك الملائكة لأخذتك الملائكة فصار المشركون يصخارون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اليوم سيدنا النبي وقف عند المقام عند الكعبة المشرفة وهو يناجي ربه فمر عليه أبو جهل وقال له يا محمد ألم أنهك عن هذا فسيدنا النبي نهره ودفعه وأغلض عليه فقال أبو جهل أتهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي نادية أي عندي أهلا وعشر وأنصارة وصار يفتخر فنزل قول الله تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية فليدعو ناديه سندعو الزبانية هو سوف يدعو ناديه يعني أهله وعشيرته وأنصاره هناك من يتقوى يتقوى بالقبيلة أو يتقوى بالحزب أو يتقوى بالمنظمات أو يتقوى لكي يغير ويبدل لكن الله تعالى قال سندعو الزبانية من هم الزبانية هم جنود الرحمن هم ملائكة العذاب الله تعالى عنده ملائكة لا يحصون عددا وقد كلفهم بأن يحموا المؤمنين ويحموا الصادقين وفعلا لما حاول أبو جهل أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ما إن رفع يده ليضرب سيد النبي حتى أصابه هول وأصابته رعشة ففر يجري ورجع إلى قومه وهو ينقص على عاقبيه ويتقي بيديه قيل له ما لك يا ابن هشام فقال إن بيني وبين محمد خندقا من نار كلما حاولت أن أقترب منه وجدت خندقا من نار ووجدت هولا وأجنحة مريبة أجنحة الملائكة فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله لو دن مني أبو جهل لاختطفته الملائكة عضوا عضوا إذا أراد أن يؤذي المؤمنين الله تعالى لا تظن بأن المؤمن هير على الله المؤمنون أعزاء على الله تعالى المؤمن عزيز وربنا عز وجل جعل ملائكة الرحمن هي تحف أهل الإيمان وتدافع عنهم وفي الحديث القدسي قال ربنا عز وجل من عاد لي وليا فقد آدنته بالحرب من عاد ولي من أولياء الله الصالحين وقد يكون الولي رجل بسيط أو المرأة بسيطة لكن قلبه ممتد وعامر بالإيمان كل من حاول أن يؤذيه فربك عز وجل له بالمرصاد فقد آدنته بالحرب ربك يحارب يحارب من؟ من يؤذي المؤمنين ويؤذي الصادقين لذا سيدنا النبي كان مطمئن وقال لو دن مني أبو جهل ليضربني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا لهذا صار أبو جهل يجري وينقص على عقبيه ويتقي بيديه إلى أن قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أدفه تشنيع واستنكار فربنا يتيل الإعجاب بهذا الإنسان هذا الإنسان كيف يتعجب بنفسه إنسان طاغي وشقي وربك يهدده بسوء المصير لأنه تولى وأعرض عن الحق والإيمان الإنسان الطاغي الذي يصير على الكفر فإن الله تعالى توعده بسوء المصير لذا جاء الاستنكار ألم يعلم بأن الله يرى أيها الإنسان الظالم أيها الإنسان المستكبر أيها الإنسان المتعجب بنفسه أيها الإنسان الظالم لغيره ألا تعلم بأن الله يرى ألا تخاف الله ألا يتهرك قلبك وضميرك ألا تستعمل عقلك وفكرك في أنه من ظلم الضعفاء وظلم عباد الله المؤمنين فإنك تفتح على وجهك أبواب جهنم ثم يأتي التهديد الحاسم الرادع كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية أي إن لم ترجع أيها الظالم عن غطرستك وتكبرك فإن ربك سوف يأخذك من الناصية لنسفعا يعني يجذبه بشدة على سبيل الإدلال والإهانة لنسفعا بالناصية الناصية هو الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس والعملية فيها ألم فضيع فليدعو ناديه يعني أنصاره وأعوانه وعشيرته ولكن لن يستطيع ربك سوف ينادي ملائكة العذاب ثم يختم ربك عز وجل السورة بتوجيه المؤمنين للتباث على الإيمان الله تعالى يخبرنا بأن الحياة الدنيا هي قائمة على الصراع الصراع بين الحق والباطل الصراع بين الخير والشر الصراع بين الإيمان والكفر هي الحياة قائمة على هذه التنائية والتوجيه الرباني للمؤمنين ما هو هو قوله تعالى في ختام السورة العلق كلا لا تطعه وسجد واقترب كلا لا تطعه وسجد واقترب أي إياك أن تطع الخارجين عن الملة إياك أن تتبع سبيلهم ولكن أنت أيها المؤمن عليك أن تتقرب إلى ربك بالعبادة والسجود والطاعة واقترب من الله تعالى لتكون منصورا بقوته الغالبة أسجد واقترب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صار يمتتل لهذا الأمر الإلهي وكان يقول للمؤمنين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد إلى ربه ساجد فأكتروا الدعاء طبعا القرب هنا ليس معناه طول المسافة أو قسرها قد يظن قائل بأن قريب من الله من حيث المسافة ولكن هي من حيث الكرامة أن تكون قريب من الله مطيع تكون قريب من الله طبعا بلا كيف لأن الله تعالى ليس كمثله شيء هذه الصورة صورة العلق هي أول رحمة أنزلها الله تعالى على العباد وهي فيها توجيه عظيم جاء التوجيه الأول بالدعوة إلى القراءة والتعلم أول ما أمر به الله تعالى أمة الإسلامية هي القراءة والتعلم والآن يسمون بأن هذه القراءة والتعلم هي الفارضة الغائبة لأن المفروض أننا أمة الإسلام نعمل العقل ونحكم الفكر وننمي الخيال ونقرأ كثيرا لأن الحياة بدون قراءة ستجعلك رجعيا وتجعلك في مصاف متأخرة من الدول المتقدمة للأسف هناك دراسات تقول بأن الإحصائيات هي ناسا يقرؤون ضعيفة جدا في العالم العربي برمته القراءة بسيطة جدا للغاية يعني حتى قال بعضهم متوسط قراءة عربيا ربع صفحة للفرد سنويا بينما تصل معدلات القراءة في أمريكا إلى 11 كتاب للفرد سنويا ربما نتسأل ما سر قوة أمريكا التي تتحكم في العالم سرها لأنها تهتني بالقراءة هي أخذت هذا المعنى الرباني في القرآن العظيم وطورته ونفدته وتهتني بأفرادها بأن يقرأوا كثيرا الأمريكي يقرأ في المتوسط 11 كتابا سنويا بينما العربي لا يتجاوز ربع صفحة للفرد سنويا بريطانيا المواطن يقرأ إلى سبعة كتب ولكن نحن في الوطن العربي القراءة ضعيفة هذا هو سبب تأخلفنا وسبب تقهقرنا وسهب ضعفنا وهواننا فأمة لا إله إلا الله عليها أن تقرأ تقرأ أولا ثم الآية بدأت إقرأ وانتخت أسجد واقترب لماذا؟ بدأت الصورة بالدعوة للقراءة والتعلم وختمت بالصلاة والعبادة ليقترن العلم بالعمل فنحن أمة لا إله إلا الله علينا أن نقرأ كثيرا ونمتتل إلى هذه الرحمة التي نزلت على قلب النبي أول رحمة ويقال أول نجم من نجوم الرسالة الإنسانية هي هذه الصورة النمودجية فاللهم يا ربي اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين اللهم ارزقنا علما نافع وقلبا خاشع ورزقا واسع اللهم من علينا بالاقتراب منك وحضور قلوبنا بين يديك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم ونناقش كل قضايا الحياة والواقع ونربطها بدستورنا الأعلى القرآن العظيم وسنة النبي الكريم المطهرة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة